هيئات سياسية وحقوقية وبرلمانيون موريتانيون يتهمون الشرطة الموريتانية باستخدام القوة المفرطة ضد نشطاء مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية وذلك لدى احتجاجهم الاثنين على استمرار اعتقال رئيس المبادرة البرلماني برام للداه العبيدي بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات البرلمان وهو ما كان محل انتقاد برلمانيين خلال افتتاح أولى جلسات البرلمان ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين وصف هو الآخر تفريق المحتجين بالقمع الوحشي وطالب في بيان صادر عنه باطلاق سراح النائب برام فوران ودون قيد او شرط كما دعا الاحزاب وهيئات المجتمع المدني الى الوقوف ضد ما سماها اتهاكات حقوق الانسان مؤسسة المعارضة الديمقراطية نددت في بيان صادر عنها بما وصفته القمع العنيف الذي قالت ان متظاهر مبادرة راتع الرضولة وطالبت بالافراج الفوري عن رئيس المبادرة وتمكينه من حقوقه وحماية حصانته البرلمانية كممثل للشعب الموريتاني كما نددت احزاب المنتدى الوطني الديمقراطية والوحدة وحزب الصواب الذي تحالف مع ايرا في الانتخابات الاخيرة بفض احتجاج ناشط المبادرة بالقوة وابدت التضامن معهم وقد اعتقل برام ولداه العبيد بعيد استكمال اجراءات ترشحه للانتخابات البرلمانية قبل نحو شهرين اثر الشكوى تقدم بها ضده احد الصحفيين الموريتانيين وانتخبوا العبيد نائبا برلمانيا عن اللائحة الوطنية لحزب الصواب وقد جاءت الاحتجاجات بعد استبعاده من الجلسة الافتتاحية للبرلمان نظرا لوجوده في السجن واسفر تفريق شرطة للمتواهرين المطالبين بالإفراج عن عدد من الإصابات في صفوف المحتجين وطالبت ايرا في بيان صادر عنها بالتحقيق فيما نعتدو على محتجيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر